اشتركوا في القناة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس الأمناء حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني وأطيب التبركات بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيد المناسبة الكريمة على جلالته بوافر الصحة والخير والبركات كما أطلع رئيس مجلس الأمناء جلالة الملك المفدى على مشاركة مملكة البحرين في الصلاة من أجل الإنسانية بدعوة من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي جاءت بمباركة سامية من جلالته حفظه الله بمشاركة العديد من علماء الدين وشخصيات الاجتماعية والثقافية وخلال اللقاء أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على مساعيهم وجهودهم الخيرة لدعم رسالة المركز الإنسانية لإبراز صورة المملكة المتحضرة والمشرقة للعالم مثمنا جلالته مبادرات المركز الإنسانية النبيلة لنشر قيم الخير والتسامح والتعايش والمحبة والسلام ودعمه للدعوات العالمية الداعمة للتضامن الإنساني والتكافل بين بني البشر وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا وأكد جلالته على نهج مملكة البحرين القائم على التعاون والتضامن في إطار تعزيز الأخوة الإنسانية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية باعتباره السبيل لمواجهة هذا الوباء العالمي واحتواء تداعيته متمنيا جلالته لكافة شعوب العالم الصحة والأمن والسلامة وتجاوز هذه المرحلة بإذنه تعالى